وعشان الأهلي ما فيهوش مستحيل محتاجين نقف عند حاجة شفناها بتتداول بعد مباراة الهلال السوداني بقى الهلال السوداني نروح أفريقيا الهلال السوداني كانت مباراة مهمة النادي الأهلي فيه ظل ظروف أنا بأكد أن هي كانت صعبة جدا أجماعة أصار كاس العالم للأندية وكل اللي حكيناه لكم من تلاحم مباريات من ضغوط من لعيبك الدولية هلعب زي حمدي فتحي واستهلاكه بدنيا وجاء تم استهلاكه معاك كل ده أنا في رأيي أصاره طلعت وسط نقص الأكسجين وسط ملاعب اللي إحنا لعبنا فيها خارج مصر وفكر أن أنت بتلعب خارج أرضك أنت بتلعب خارج ملعبك فأكيد تأثرت كل ده بدنيا انعكس في المباراة فحققت نتيجة التعاقل ولكن شفنا الناس خرجت علينا بفكرة أن فيه عقدة عقدة للنادي الأهلي في مواجهات الهلال الخارج ملعبه أعتقد فكرة العقدة عشان نصنفها أو نوصفها أو ننصقها بفكرة تاريخ النادي الأهلي محتاجين نفهم إمتى الحاجة ممكن تكون عقدة لما بنشوف الخبر ده لو استعرضنا على الشاشة نزل في أحد البرامج كان بيقول واصل الهلال تكريس عقدته للأهلي حيث لم يسبق للمارد الأحمر تحقيق أي فوز في السودان خلال تسع مواجهات بينهم طيب أنا لما أتكلم خلال آخر تسع مواجهات بينهم وأقولي الفوز في السودان أنا بتكلم عن مواجهات السودان بس اللي هم خمسة مش تسعة ده رقم واحد الخمس مباريات دول حاصل فيهم إيه؟ النادي الأهلي اتعادل اتعادل أوي اتعادل خارج ملعبه أربع مباريات من الخمسة والنادي الأهلي خسر مباراة وحيدة إذن في مفهوم كونة القدم في مفهوم الهوماوي في أي بطولة وفي أي اتنين متنافسين لما بقى خارج ملعبي محقق أربع تعادلات من خمس مباريات ده نتيجة كبيرة جدا وجيدة جدا في قاعدة الهوماوي يبقى إذن مفهوم العقدة واستسهال استخدامه عند المفهوم بتاع المتلقي أعتقد ملوش أي مجال للذكر في النقطة ترجمة نانسي قنقر